يا دود انا احس عندك عبارات ساحرة في وصف تفاصيل المراقة زي مثلا خيالاتنا الهرويج للحظة كده صراحت ومشي قدام شريت زكريتنا كنت قادري اني فكرها حبيبي يا ريس والله بس التالي دي حاجة موجودة عندنا كلنا وإحنا صغيرين كنا نوعه بقى ايه انزل الملعب وفي اخر دقيقة بعد ما كنت عامل ماتش زي الخارة هاروح واخد الكورة امرأة سلوات وده لا تعرف مين يعني كل اللي حواليك في الفانتسي دي عبارة عن سلوات خائلات هم مش بشر بجد واروح فاتح على البعيدة فالجمهور كله يفتكر ان الكورة طولت وبعدين اروح كاري وشايد بحكس الموطوع تروح الكورة في المقاس واقع على داري والناس تتعال ايه ده ايه السيناريوات انت عملت تخيلها وتكتشفها وتفتكسها دي وهحب بنته وبعد كده هتبتدي بقى تتخيل انها تتحكم فيها ولكن في الاخر هروح مهزاقة قدام البشر كلها وفي الواد اللي بيتنطط عليا وبيتبطج عليا هروح واكله بده عريدي على واش كل ده فتناغة كده وانت قاعد في الهوام قادر اقولكم ان الحاجات دي هي المسود الرئيسية بتاعت الجزئين بتاع فيلم الحريف فيلم الحريفة 2 اسرع جزء تاني لجزء اول في التاريخ الناس لفتت نظري في الستريم ان الجزء الاول كان تقريبا من اقل من سنة وده موضوع يستحق البحث بصراحة هل الفارق ما بين الحريفة الجزء الاول والحريفة الجزء التاني يجعله اسرع جزء تاني في تاريخ السينما كلها لبعضها ولا لا بس ايا كان الجزء التاني احداثه بتبدأ بعدد كبير من الاخبار السعيدة في حياة فريق الحريفة بتاعنا اولا بيقرروا انهم يتقسموش الجائزة المالية اللي كسبوها من البطولة اللي احنا اتفرجنا عليها في الجزء الاول وبيقرروا يتشارقوا مع بعض في افتتاح مشروع سويا والمشروع اللي بيفتتحوه دوت هو ملعب كرة قدم بالاجار والامور في البداية بتبدو ان هي ماشية بشكل كويس وكل حاجة حلوة اداءهم في البطولة اللي هما كسبوها بيجيب لهم منحة مجانية في احد الجامعات الدولية الكبرى اللي بمصاريف غالية جدا وفوق ده كله ماجد ابن الناس الكويسين بتجيلوا فرصة للاحتراف في احد اندية البرتغال ولكن انتقال الحريفة لهذه الجامعة ووجودهم في مجتمع غريب عليهم وانتقال ماجد للبرتغال ومحاولة النجاح في التجربة الاحترافية بيجعل عندهم شعور كبير جدا بالغربة وعدم التأقلم وطبعا الحياة بتكون شايلة لهم عدد كبير من المفاجآت الغير سعيدة في رحلتهم في المرحلة الانتقالية المهمة دي فيا ترى ايه اللي حيحصل الحريفة كنين في تقدير الشخصي نجح في انه هو يعمل كل حاجة تقريبا عملها الحريفة الجزء الاولاني بدرجة ممثلة من النجاح وفي بعض الاحيان بدرجة تتفوق على حاجات في الجزء الاول وفي بعض العناصر ممكن نقول انها تراجعت شوية في الجزء التاني عن الجزء الاول وفي تقدير الشخصي دي درجة نجاح كبيرة جدا اولا لان انا عارف او وصلت لي معلومات اعتقد ان كل عارفها تقريبا ان الجزء التاني دوت لم يكن مخطط له من البداية يعني ما كناش متأكدين من البداية ان في جزء تاني هيتعمل للفيلم ده نجاح الجزء الاول هو اللي فرض على كل الاطراف المعنية ان هم يعملوا جزء تاني حاجة تانية هي اللي احنا لسا ايلانها ان الجزء التاني ده تعمل بسرعة كبيرة جدا وناس كتير ممكن تكون متوسمة او متخوفة من ان ده ينعكس على ان المنتج مش متقن ما خدش وقته في الكتابة والمراجعة والتنقيح والتعديل ما خدش وقته في التصوير ما خدش وقته في الاعداد الفني والامور دي كلها ولكن مع الوضع في الاعتبار كل العناصر دي جودة المنتج اللي انا اتفرجت عليه في السنة في الجزء التاني تعتبر مرتفعة بشكل كبير وحتى لو في بعض التراجع في بعض العناصر اللي ظهرت في الجزء الاول فده تراجع مقبول جدا ومتوقع جدا في ظل الابعاد بتاعة التجربة اللي اتكلمنا عليها وانا بقول ان هو حقق نجاح مماثل لازم نفتكر التركيبة اللي نجحت الجزء الاول شكلها هعمل ازاي هم مجموعة من الشباب الاحداث بتاعتنا كلها بالدور حول عالم كرة القدم للهواه او لكرة القدم بتاعت الشوارع وبتاعت المدارس وبتاعت البطولات الصغيرة والامور دي كلها وده عالم ما كانش دخل يعني عالم السينما المصرية ما كانش دخل واخترقه بشكل كبير قوي من ساعة الحريف والحريف دوت احواله كانت مختلفة تماما وقصته كانت مختلفة تماما والفئة العمرية اللي كان بيستهدفها كانت مختلفة تماما ونقطة الفئة العمرية دات مهمة جدا واللي شهدت اكبر قدر من التطوير بالمقارنة مع الجزء الاول في الجزء التاني لان في الجزء الاول احنا كنا بنتكلم على الولاد اللي في المدارس ولد بيخرج عن البيئة اللي هو متعود عليها وبينتقل طبقة اقل شوية على المستوى الاجتماعي وبيتعلم دروس في كيفية التواضع وفي كيفية تكوين الصدقات وازاي الصدقات داية بتنقضه بتنقضه على جميع الاصعيدة وبتدفعه لان هو يكون انسان احسن وازاي الرياضة اللي بتجمع الولاد داية مع بعض هي طوق الانقاذ اللي بيحركهم لقدام زي ما كنا تكلمنا في المرات اللي جات لنا فرصة نتكلم فيها عن الجزء الاول الجزء التاني بننتقل للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الجامعة وانا واحد هنا في الستريم بتاعي ممكن اكون لمست بشكل كبير جدا قد ايه مرحلة الجامعة داية صعبة على الشباب وبالتحديد الشباب بتاع اليومين دول الشباب بتوع النهاردة لان على ايامي انا مرحلة الجامعة ما كانتش فيها الاسئلة كتير اللي بتجيلي من الشباب في الستريمات انا رحت الجامعة ومش عارف اكون اصدقاء انا رحت الجامعة وحسس ان انا خرجت من المكان اللي انا مرتاح له انا تايه جوه الجامعة انا مش عارف افتقن مع الناس ويبقى لي صحاب انا مش عارف اشارك في اي نشاط الحياة الاكاديمية كمان فيها صعوبات وفيها مشاكل كبيرة اوي من المبهر بالنسبالي ان الحريفة في الجزء التاني وعلشان نكون واضحين زي ما كنت بقول ان هو وصل لنفس الدرجة بتاعت النجاح في الجزء الاولاني حتى في محاكاة الامور الكتير السلبية اللي كانت موجودة في الجزء الاول واغلبها ان الحبكة بتاعتنا حبكة شديدة البساطة ان التغيرات اللي بتحصل تغيرات غير منطقية في احوال كتير مش مبررة بشكل كافي فيها الكثير من خدمة العواطف بتاعت الجمهور او الحاجات اللي احنا عارفين انها هتعج بالجمهور من الفئة العمرية المستهدفة ولكن زي ما لمس في الجزء الاولاني على وطر وساعتها سألنا هو ده حصل بالقصد ولا كانت صدفة ان احنا مجرد ان احنا عبرنا عن اللجو وعادة كبير قوي من الشباب بينما احنا كنا بنقصد حاجة تانية لا مع الجزء التاني احنا بنأكد ان ده نتيجة تخطيط جيد او كتابة جيدة من اننا المرة دي برضو بنلمس وطر حساس جدا عند كل الشباب بتاع الجيل ده لما بنخش الجامعة ونكتشف ان احنا موجودين في بيئة مش بتاعتنا والفيلم في التصميم قصد ان هو يعمل الموضوع دوت بشكل معنف كمان زيادة او يعني امبليفايد شوية يعني معاليين النغمة بتاعته شويتين ان مش مجرد ان دول ولاد دخلوا جامعة لا دول ولاد من وسط شعبي جدا بيدخلوا جامعة انترناشنال حاجة كده ممكن ناخدها على المنظور بتاع الصعي دي في الجامعة الامريكية وبنستدعي شوية من الثيمز ديت في الحاجات بتاعت الليبس بتاعت اللغة بتاعت القعدة بتاعت الكلام بتاعت شكل الاصدقاء بتاعت الكلام ده كله لما تيجي بقى تسمع ان الشخصيات بتوعنا هم مش اشتاوي وحتة والناس دي فنعرف ايه اللي حنتوقعه على مستوى المواقف الكوميديا والإفهات وانا ادعي ان الفيلم ده ناجح جدا كوميديا وادوات الكوميديا الرئيسية اللي فيه على مستوى التكسيد هم كوزبرة وعبد الرحمن وعملوا كويس قوي في الأداء الكوميدي بتاعهم والتجربة السماعية اللي موجودة في الفيلم واللي مخدومة بشكل جيد جدا على جميع الاصعي ده الفيلم فيه ساونتراك حلو قوي ساونتراك اجنبي كويس جدا ساونتراك عربي من أغاني الراب والحاجات بتاعت الشباب حلو جدا وموفق جدا ورفع من الحدة بتاعت مواقف كتير جدا والزاوية اللي برضو كانت متبيزة جدا في الجزء الاولاني وما زالت متبيزة جدا في الجزء التاني وهو الحمل العاطفي ان الجزء الاولاني عاطفيا كان بيجيبك على الرغم من ان المواقف اللي بنحاول نصدر منها الانفعالات ده مواقف سازجة جدا أما في الجزء التاني فهل المواقف ازدادت زكاءا الحقيقة لا أه ممكن تكون ازدادت سزاجة ومع ذلك لما تيجي تتكلم على التصميم بتاع الموقف الموسيقى اللي بتشتغل في الخلفية وهي موسيقى عالية جدا وحاضرة بشدة والموقف نفسه بتفاصيله بالكلام اللي بيتقال فيه وهو برضو مش أعظم كلام في الدنيا ولكن بتلاقي نفسك بتنفعل معاه وبتلاقي نفسك متعاطف مع اللي بيحصل قدامك على الشاشة ممكن تلاقي نفسك في بعض اللي حين بتسأل نفسك هو أنا حقيقة اتأثرت بالله طب ليه يعني ما أنا عارف ان العملية كلها على بعضها فيها الكثير والكثير من المواقف اللي ممكن يتقال عليها هندية أو على الأقل لو ما كانتش بتصل لمرحلة المبالغات الهندية فهي على الأقل بتقصد انها تحاكي الفنتاسيز والتخيلات البطولية بتاعة الولاد والبنات الصغيرين في العمر ده وخصوصا في الجانب العاطفي الى حد كبير والجانب الرياضي بكل تأكيد والجانب الاجتماعي 100% احنا عندنا في الفيلم ده بعض المواقف وبعض الستيتمنت وبعض التصريحات من عدد من الشخصيات في تجارب مختلفة بعضها تجارب رياضية زي ما بنقول تجارب اجتماعية تجارب عاطفية تجارب تعليمية انا ادعي ان انا لو كنت في حفلة سينما ديناميكية اكتر من كده شويتين كنت ممكن اسمع تسقيف زي ما حصل في جزء الاولاني تقنيا مشاهد الكرة في الفيلم ده احلى بكتير من الجزء الاولاني بكل تأكيد يمكن فيه ميس او ميستين تبقى قاعد متغاز منهم قوي خصوصا لو انت كنت بتركز في الحاجات دي اللي هو يا جماعة الجن دوت لو كان تم اخرجه بشكل بس ياه كان حيبقى اجمد بكتير بس جزء الاولاني تحس ان المشاهد الكرة فيه كانت عشوائية شوية شيكي جدا متحركة جدا التقطيع فيها كتير جدا المرات دي لأ يتهيال ان كان فيه مجهود اكبر شوية في تصميمها افضل شوية في اتقانها فخرجت منتج احلى يقصفني بس او اتضايقت شوية من ان المنتجات كتيرة قوي ان تشتغل مزيكة وبعدين نشوف لقطات مطلحقة عشان تنقلنا فكرة معينة او سرعة معينة تعمل في الفيلم يجي سبعة او تمام مرات وده بتقدير الشخص كتير قوي يمكن يكون ببالغ في الرقم بس الرقم كان كبير يعني اللي قدر اؤكده ان خلال النص ساعة الاولى من الفيلم تلت مرات او اربع مرات ده كتير جدا يعني على مستوى التكسيد برضو دي مش من النقط اللي قدر اقول انها اتطورت قوي رغم انها اتطورت قوي يعني اللي بحاول اقوله ان الولاد دلوقتي بقم بيمثلوا براحة اكبر بكتير من الجزء الاولاني وده يعني منعكس بشكل واضح في الثقة اللي هما بيقدوا بيها ولكن الثقة اللي بيقدوا بيها دي بقى مش بالضرورة نتيجتها كانت ايجابية هي فيها الكثير من الكرنج زي ما حصل في الجزء الاولاني احنا بنحاول نوفر اكت بنحاول نبالغ في التكسيد وفي التمثيل في مواقف ما هيش اصلا مصممة بشكل مقنع فبنحاول بقى ايه نستعرض الحاجات اللي احنا تعلمناها في الفترة دية على مستوى التكسيد الانفاس ان انا يعني اعبر بنفسي اعبر بسكوتي ادي بوزز طويلة ادي كلام زي دا يعني وهو ده بيتعامل بقصد الكوميديا كان نجح قوي وهو بيتعامل بقصد اي حاجة تانية تقريبا ما كانش نجح حتى الشخصية التاعة ششتاوي اللي هي اكثر شخصية نالت شعبية بعد الجزء الاولاني في الجزء دوت في مواقف معينة بالتحديد في الفصل التاني من الفيلم كان بيقعد فترات طويلة اوي فتح بققه بس وده ما كانش يعني مع راش كان بيحاول يوصل ايه بس بكل اتأكيد اللي هو كان بيحاول يوصله دوت ما ادعي يعني ان هو ما وصلش بشكل كويس فيلم على فكرة فيه عدد كبير جدا من ضيوف الشرف اغلبهم ما لهمش اضافة كتير منهم حضوره كان جيد على الاقل المشهد او المشهدين اللي ظهروا فيهم يا اما صدروا ضحكة يا اما صدروا مفاجأة يا اما عملوا حاجة زي كده معادة ظهور واحد بس في رأيه الشخصي صدر كرنج فقط لا غير صدر عملية من عملية التزييق وخلاص ما عملش اي حاجة وانا ما عنديش مواقف مسبقة معايا على فكرة يا ومش هقولكم هو مين قلول انتو بقى ناس اللي شافوا الفيلم او اللي لسه هيشوفوه عاوزكم تيجوا تقولولي في رأيكم الشخصي مين اكتر كيميو مين اكتر ضيف شرف مكانش مفت جوه الفيلم مكانش راكب جوه الفيلم اما البقيين فحتى المبررات بتاع الدخولهم على الخط في منتهى يعني الفان سورفيس يا سين بلاش نقعد نقول سازاجة عمل على مطا اسر يا سين ممكن يكون دوره يرتقي شوية لانه دور نقول ايه ضيف الفيلم مش ضيف شرف لانه بيعمل شخصية مش طالع بشخصيته الحقيقية البقيين تقريبا كلهم طالعين بشخصيتهم الحقيقية لا يمكن فيه حد كمان مش بشخصيته الحقيقية الجانب الرومانسي كان حاضر وعلى فكرة هو مش رومانسي حالم بالكامل هو ممكن يكون برضو بيتعامل مع حتة اختلاف الطبقات والتوقعات من الانتقال من مرحلة لمرحلة اللي هي انا دلوقتي دخلت جامعة فمن الطبيعي ان اختلطي بالبنات حيبقى اكتر شوية والمفترض ان انا ابتدي اطمح في اني اصاحب او حاجة بالطريقة دي الفيلم اتعامل مع ده كويس اهي دي ممكن تكون من الخطوط اللي خدت دورة كاملة ولفت على نهاية معقولة وفيها قدر من الانعكاس الجيد وفيها قدر من برضو الفانتسيز الهروك اللي احنا بنتخيلها في المرحلة العمرية دي ده كويس معمول حلو قوي انا مش جاي حسب الفيلم علشان اقول ان هو فيلم على مستوى الحبكة وعلى مستوى السيناريو وعلى مستوى الاحداث حاجة محبوكة ومتقنة وعميق ولا فيه اي حاجة من الكلام دوت انت بتتكلم على تجربة مرضية ومن الجيد انها على جوانب التجربة المرضية دي وهي تجربة مرضية من مفهوم انها كوميديا حلو انها عاطفيا مؤثرة وانها بتدور عن عالم كرة القدم اللي مش ناس كتير بتتعامل معاها واحنا شخصيا بنحبه جدا بس ده اللي بيخلي التجربة مرضية على جوانبها بقى لمست في الجزء الاول مع موضوع حساس واتكلمت عنه كويس ولمست في الجزء التاني مع موضوع حساس واتكلمت عنه كويس اما بقيت المكونات عشان بس الدنيا تبقى في نصابها الصحيح عموما زي ما ماهر قال واحنا بنتكلم على فيلم الحريفة في الجزء الاولاني لما كنا بنعمل حلقة الحصاد ده فيلم مش معمول لينا بكل تأكيد يعني ده فيلم معمول لفئة عمرية اخرى تماما فانا لما بحكي بحكي اللي انا اتفرجت عليه من منظوري انا يعني انا اتفرجت على الفيلم ده وانا رجل عندي 46 سنة اكيد حتى وانا شاب كتير قوي من اللي بيتم استعرضه جوه الفيلم ده انا ممرتش بيه لانها تحديات معمولة للزمن واللي جيل غير الزمن بتاعي والجيل بتاعي ممكن اكون شفت بعض الحاجات من اللي انا اتفرجت عليها في ولادي وفي احيانا كتير علاقة ولكن انا استمتعت بالفيلم زي الفيلم الاولاني تخطيت المشاكل الكتير اللي موجودة جوه الفيلم وهي مشاكل كتير بكل تأكيد زي ما تخطيتها في جزء الاولاني لان فيه مجافئات حلوة ولاني موجود جوه عالم انا شخصيا بحبه وبعشاقه جدا وهو عالم كرة القدم بعتنا من خلال الفيلم ده وات عدد من رسائل المساندة الجيدة جدا واللازمة جدا للشباب في العمر ده حتى ولو بدرجة بساطة قوي 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 ان احنا نقول للناس احنا حاسين بيكم ان احنا نقول لولاد وللبنات الصغيرين احنا حاسين بالمعاناة اللي انتوا بتعانوها لما بتنتقلوا من المرحلة دي المرحلة دي لان احنا الحقيقة لما جينا نكتب روشيتة علاج كتابنا روشيتة برضو تقريبا سازجة جدا يعني يمكن فيها محكاكب يرقاوي للي قلته في موضوع الصعيدي في الجامعة الامريكية ويمكن الفيلم انا انسب له اخفاق اسميه اخفاق اخلاقي مش عارف ولا لأ زي ما انا قلت في جزء الاولاني انا انسب للفيلم اخفاق اخلاقي في انه مصرحش بشكل واضح ان اللعب على فلوس حرام او غلط بلاش حرام داية ان اللعب على فلوس غلط المرة دي برضو احنا الولاد من غير حرق يعني في حاجة ليها علاقة باداءهم الدراسي وما فيش تصريح واضح بان ده غلط يعني اداءهم الدراسي ايا كان شكله وبعدين بنوصل لنتيجة معينة وبعدين بنختم الفيلم على نغمة مرتفعة شويتين وما بنقولش اطلاقا انه موضوع الاداء الدراسي السيء دا مشكلة وانه غلط وانه في مشاكل فده برضو في تقديل الشخصي اخفاق اخلاق وده شيء ممكن نختلف عليه طبعا الفيلم في التترات بتاعت ان هي فيه اغنية حلوة وعموما الاغاني الكتير اللي اشتغلت جوه الفيلم وانا واحد ما بستسغش وما بتدوقش الاغاني الراب ولكن كتير منها عجبني وتوظيفه جوه الفيلم كان في وقت مناسب بطريقة مناسبة جدا لذلك فانا اه عجبني الفيلم وتقييمي ليه هو 7 من 10 وبرشح الناس انها تتفرج عليه خصوصا الناس اللي بتدور على التجربة يحسوا فيها بنفسهم او بحد شبههم وما يبقوش قلقانين اطلاقا من انهما يتفرجوا على مناظر مؤزية او الفاظ مؤزية او كلام زي دا الفيلم ما زال حريص على انه يوازن بده بشكل كويس قوي هو عموما يعني انا سعيد بان ظهر فيلم يدافع عن عشق الولاد للعبة كرة القدم وعن ان دا مش معناه ريد فلاج وانه يمكن يكون رسالة ايجابية للتعرض الشعبي بتاع الشباب في اي مجتمع بيدخلوا فيه وحيخلي البنات يحبوهم وحاجات زي كده يعني ولعن الله السوشال ميديا